شاهدون مشاهدين الكرام هذا المكان البديع هذا المنظر الرائع لنهر النيل الخالد في هذا المكان وهذه المنطقة منطقة تاريخية منذ قديم الأزل رحلة العائلة المقدسة التي نعنى بها السيدة مارسيام العدراء وابنها السيد المسيح عيسى عليه السلام ويوسف النجار حين هربوا من الطغيان هناك في فلسطين أتوا إلى مصر وبدأوا هذه الرحلة هروبا وانتقلوا من أكثر من مكان من بحنسة كما زرناها يوم أمس واليوم نأتي إلى هنا إلى هذا المكان هذا هو دير جبل الطير أو بأسماء مختلفة دير السيدة العدراء هذه الكنيسة التاريخية تم إنشاؤها في القرن الميلادي الرابع الملكة هيلانا أو الامبراطورة هيلانا أم الامبراطورة قسطنطين هي من قامت ببناء هذا المكان بعدما بحثت كثيرا عن النقطة التي اختبأت فيها السيدة مريم العذراء وطفلها الرضيع آنذاك واجأت إلى هنا واختبأت في مغارة صغيرة وجلست هنا ثلاثة أيام بلايليها قامت الملكة هيلانا بالبحث عن هذا المكان لترصيخ المسيحية في تلك الحقبة وأيضا لإنشاء أكثر من كنيسة وأكثر من دير في المناطق التي اختبأت فيها العائلة المقدسة هنا في رحلتها المقدسة من مصر كما نرى هذا الشاهد إنشاؤته الملكة هيلانا في القرن الرابع الميلادي ومن الأسماء التي أطلقت عليه دير جبل الطير نتجمع طائر البقروس بالمكان وهذا طائر مهاجر ويسمى أيضا دير جبل الكف لانطباع الكف السيد المسيح وعيسى عليه السلام على الصخرة كادت تسخط عليه حين أتى إلى مصر هذا الدير أو هذه الكنيسة يرعاها القص متى أو أبونا متى صباح خير أولا كل عام وأنتم بخير مرحبا بيكم أهلا بيك نحن كنا بنشرح بالضبط رحلة عائلة مقدسة وكانت الرحلة آخرها من بهنسة وجاءت إلى هذه المنطقة هل هذه المعلومات صحيحة؟ صحيحة آه نعم صحيحة بعد ما سابوا مصر الجديمة وصلوا بهنسة ودير الجرنوس وشنين النصارى وبعد كده جوا ما عندنا هنا اتجوا المغارة طبيعية موجودة في الجبل لجوا إليها وأقاموا فيها ثلاثة أيام الكلام ده كان حوالي سنة ثلاثة ميلادية سنة ثلاثة ميلادية هما لما يكتشفوا فضل تسمح لي أننا نحن نتجول داخل الكنيسة لماذا تسميها بدير وليست كنيسة هي كانت دير في الأصل هقول لحضرتك حاجة الكنيسة الأسرية الجديمة نعم اللي لها أكتر من ألف سنة بيدعى دير نعم لكن كلمة دير تخص الأذيورة اللي موجودة فيها أباء رهبان نعم زي الأربع أذيورة النترون أو البحر الأحمر أو أنبا صميل أو أديرة السعيد جبل اللي فيها رهبانة فده يقولوا عليه دير الأنبا صميل ما أترف دير العدر السريان دير العدر البراموس وهكذا نعم أنا كنت بحاول أقرأ هنا في المعلومات الداخل الكنيسة وبيتقول إن هي كان بتسمى بدير المبتدئين أو للرهبان المبتدئين يقال لكن مش سابت مش سابت حتى الآن آه مش سابت هو الكلام موجود كده لكن مش سابت إن هو كان ما فيش سند تاريخي نعم طيب يعني إحنا دلوقتي هنخش المكان ده أو المكان واضح إنه أصلاً تاريخياً بيقال إنه كان صخرة واحدة ويه أنا هقول لحضرتك حاية العائلة المقدسة لما جات لجأت للمغارة اللي جابنا نعم واقعاً هستأذن المشاهدين ونبلغهم نحنا هنا حتى في الدير هنا يمكن كاميرا تشاهدنا نحنا علينا أن نحنا نخلع الحذاء مثل أي مسجد أيضاً يتم خلع الحذاء احتراماً لقدسية هذا المكان تفضل تفضل يعني ده طبعاً مدخل الدير نفسه بعد إذنك يا جمعة قناة الجزيرة نعم أحنا حضرتك بتكلم طبعاً بعض الزائرين هنا يونة وكل يوم في زائرين في المكان ده أحد المعواقين من ساملوت نعم جايين خصيصاً هنا يزوروا ويقعدوا شوي ويمشوا فعاوز أقول له حذرتك العائلة المقدسة لما رجعت لجت المغارة دي نعم أقامت فيها ثلاث أيام الكلام ده كان حوالي سنة ثلاثة ميلادية بعد كده العائلة المقدسة كملت باجة الرحلة بتاعتها ناحية جبلي راحوا الأشمونين وملوي والقصية وقرية مير وبعدين راحوا الدير المحرك وقاموا في الدير المحرك ستة شهر وعشرتياً يعني سيادة قصي يعني احنا بنشرح هنا الأعمدة اللي احنا شايفينها دي هي أصل السخور يمكن الكامير هتجبه لنا دلوقتي يعني الأعمدة دي حوالي كم عمود دون؟ عشر أعمدة أسريين عشر أعمدة ودي أصلاً كانت صخرة واحدة صخرة واحدة كلها فرغتها الملك أهلانا والملك قسطنطين وعملتها كنيسة على اسم العدرة سنة 328 ميلادية اللي بتنفرد به الكنيسة هنا عندنا عبارة عن صخرة واحدة منحوتة ومفرغة وزي ما انت شايف معايا العشر أعمدة دول المطلبتين في بعض دول صخرة وأربع حيطان الكنيسة صخرة يعني الأعمدة دي تريم أن عمرها أكثر من 1600 سنة؟ ده من الكنيسة عاملة 1328 328 من 2013 يبقى حوالي 1683 سنة 1683 سنة العوامي كلها كلها وبعدين في القرن الميلادي الأول أنا عرفت أنه تم تجديد سنة 1938 ميلادية يعني كان كثرة الزائرين فتعمل دور تاني منها حتى ده قرن الميلادي تجديد لا 1938 في القرن القرن العشرين اه 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 اتجددت بالمنظر انت شايفها لكن الأثر الديني اللي عملت الملكة هلانا الدور الأول كله بحيطان الكنيسة والعشر أعمدة متربطين في بعض دول نعم طب هل العشر الأعمدة ليهم رمز؟ لا عادي كمال نظم يعني عشرة كمال يعني عدد كامل نعم كعدد كامل يعني ده ده الفكرة اه طيب واحنا هنا اللي شايفينه قدامنا ده حضرتك ده الهيكل اللي بنصلي فيه اللي ترجيه الجديمة اللي هو الجداس اللي انت بتسمعه نعم من الازع او من التلفزيون او من اي قناة نعم اه يعني هنا ده الهيكل اللي بتعمل فيه قداس اه طيب اللي انا عرفوا انه عشان الايام دي ايام صيام اه انتو عندوكوا قداس تريباً كل يوم عاد النهاردة اللي هو يوم السبت اه كل يوم في الصوم الكبير جدسات متأخرة بتبدأ من اتناشر ساعة اتناشر الدور لغاية ساعة ثلاثة بعد الدور نعم يعني انا اللي انا عرفوا انه ده كمكان سياحي واسري وحتى كان فيه اجانب من شوية اه قبل ما نبدأ التسجيل بيجوا مخصوص للمكان ده ويمكن حوالي ثلاثة مليون زائل سنوياً بيجي المكان بالضبط بالضبط كده يعني اه 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 الناس العالم يعرف المكان لكن المصريين ما عرفوش المكان فيه ناس منهم تعرف وفيه ناس ما بتعرفش اه او مجاتش عندنا قبل كده من المصريين لكن كل العالم عارف ده اسر ديني من القرن الرابع يعني تاريخيا يعني احنا يمكن نقرهوش في التاريخ عندنا في الكتب على الجيد بتاعي فرحلة العائلة المقدسة هتلاقي بابوات كتيرة كتبة عن رحلة العائلة المقدسة والخريطة دي بتبين دي خريطة اه اللي بتبين كل الأماكن اللي زرتها العائلة المقدسة على مستوى مصر كل الأقرى وكل المدن اللي رحتها البداية كانت من منطقتها من رفح ومن بعد رفح بدأت على طول بدأت تيجي لما جات عندنا وبعدين تكملت لغاية الدر المحرك اه تفضل بالنسبة للمسيحي أهمية هذا المكان ايه بالظبط لنعرف انه في احتفالين عشان وجوده وجود العائلة المقدسة وزيارتها للمكان فالناس بتيجي تتبرك بالمكان سكانوا من المسلمين او من المسيحيين ويمكن الموسم اللي عندنا بيبقى كله عبارة عن خليط او مزيج من المسلمين والمسيحيين بيجي ياخدوا بركة المكان المقدسة اللي انت موجود فيه اه ويزيدوا عن اتنين مليون نسم يعني فيه مسلمين بالفعل بيجوا هنا ايوه مية المية اه انا بكلمك بحق اه انا فهم بس هما هما بيكون تعليقاتهم ايه ولا اي حاجة بيجي ياخدوا بركة المكان ويصلوا ويمشوا اعموما نعم هو لانه هما بيحس احنا نحاولنا ان نقرب من المغارة اه اه يعني هو بيحس بالشعور انه هو العائلة من المقدسة اه يجب هنا فبيتبرك بيها عشان جتوا اقامت ثلاثيان نعم بس فهما بيجوا كلهم يزوروا المكان وياخدوا بركة المكان تاريخيا المغارة هي الاصل وتبنع اه لا المغارة سنت واحد ملدية او قبليها موجودة طبيعة في الجبل لكن زيارة العائلة المقدسة تلتمية تمانية وعشرين استخبت فيها عشان تكمل بقى رحلتها نحاية قبلي نعم احنا نستجدينك ونحن نحاول نخش المغارة ونبين المشهد هنا هنا ده مدخل المغارة وال بالضبط كده ده المغارة دي موجودة من الاصل موجودة طبيعية في الجبل الملكة الانة تأكدت من الخبر ان العائلة المقدسة لجأت للمغارة دي واقامت فيها ثلاثة ايام امرت بنحة الصخرة دي كلها سنة تلتمية تمانية وعشرين وعملتها كنيسة على اسم العدرة سنة تلتمية تمانية وعشرين ملدية طيب يعني ما بقول العائلة المقدسة اللي حضرت هنا بنقول مين اعضاءها مين اللي كان من العائلة المقدسة كان الطفل يسوع مريم الطفل يسوع والقدس يوسف وسلوما يعني كانوا اربعة العائلة اقامت هنا لمدة ثلاثة ايام ايه في الصخر اللي احنا شايفين ايه في السكف المغارة دي اه وبعدين بعد كتاكملوا وجل رحلة بتاعتهم ناحية جبلي اه طب وهو تاريخيا تاريبا كان في اي موسم او في اي وقت بالزبط من موسم إه من فصل اي اي افصول السنة كان الموجودين هنا كان في الشتا في الصيف تقريباً يعني كده كان في فصل الربيع زي دلوقتي تقريباً إنما مش معروف بالزبط لتحديد الموعد أي طب المكان ده مين بيرعايا؟ هل هيئة الأثار بطرع على المكان؟ كمكان أسري ولا؟ من ناحية الأثار أحنا خضعين لهيئة الأثار ويمكن فيه نقطة بره أنت كنت شوفتها نقطة البوليس والناس من الأثار بيمروا ويجوا بيسألوا ويدوروا على المكان ويمشوا بس لكن دينياً الدير خضع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي بيرقص الدير هنا حالياً من ناحية الدينية الكنسية الأنباب مطران صاملوت وطح العمدة هو المهتم بالدير ده وهو اللي بيرقصه دينياً يعني دينياً طبع للأب ماتريتيوس اللي هو مطران لبروشي مطران آه صاملوت وطح العمدة وده دير خاضع ليه هو اللي بيشرف عليه من جميعنا وحيه آه طيب الأموال اللي بتصرف على الكنيسة من الدولة ولا من الكنيسة؟ خبيبي كل الكنيسة بتاعتنا من الناس نعم من الناس من الناس من الناس من الناس من الناس آه ليس آه لنما هيئة الإسار ما تتفعش بيده صدقة يحطا في الصندوق يدي الرياسة الدينية وهي تتصرف بالنسبة للأرامل والأيتام والمنقطعين والمعوزين وكل كنيسة أيما بدورها المدني كله 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 من جميع النواحي نعم أنا عرف أن المنطقة هنا في حوالي من 8000 مواطن مسيحي هنا آه طرعاهم الكنيسة دي آه آه طرعاهم من ناحية الرعاية الدينية آه ومن راحة الرعاية المدنية والمدنية والمحتاجين بطرعاهم الكنيسة لكن اللي شغالين وعايشين ومعين شحيل وخلاص شكرا أبونا متى على استضافتك لنا في المكان ما فيش مشاكل خلاص نسمح لنا راح نخرج بره ونحاول نعرف نحاول نعرف المجلس المدينة إزاي هما آه المكان ده مش معروف لمصريين حتى الآن طرعا طرعا شكرا جزيلا شكرا شكرا يعني مشاهدين الكرامة كما نرى هذا المكان الأثري أكتر من 1683 سنة آه هذا المكان مشيد مغارة آه الشهيرة التي آآ آآ جلست فيها واختبأت فيها العائلة المقدسة لمدة لمدة ثلاثة أيام موجودة هنا آآ في هذا المكان آآ آآ أآ آآ لا يزال أيضا كما رأينا الخريطة آآ آآ رحلة آآ العائلة المقدسة التاريخية آآ هذا المكان آآ آآ في أوى هذه المنطقة ربما تكون دليل كبير على آآ 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 تعاشق التاريخ المصري الإسلامي آآ القبطي وما إلى ذلك هذا التعاشق وأنا أقول تعاشق لأننا نستطيع حتى التفرقة إن كانت هذه كنيسة أو مسجد لكن في النهاية يدور للعبادة ومن يريد التحديد نستطيع أن نفهم أن هذا المكان من الأماكن المهمشة كبقية الأماكن الأثرية المختلفة معي هنا صباح خير أولا سيد صلاح نائب رئيس مجلس بادريد مدينة سامالوت نعم يعني المكان ده مكان أسري 1683 سنة والمكان ده مشيد وليه قدسة خاصة بالنسبة للمسيحين وحتى المسلمين هنا بإبيه نعم أولا دي كنيسة أسرية مبنية من حوالي 1613 سنة بنيتها الملك هيلانا أم الملك قسطنطين الأكبر وبيه مغارة اللي هي جعت فيها السيد المسيح لمدة ثلاثة أيام هاربا من ظلم الرومان هنا مقصد سياحي مش للمسيحيين بس لا ده للمسلمين دي يعني في موسم العدرة هنا نعم أيام المولد العدرة بتلاقي إن العدد بتاع المسلمين يمكن أضعاف عدد المسيحيين تبرقا بهذا المكان نعم لمدة ثلاثة أيام في المكان هنا نعم يعني مكان سياحي ومكان تجاري مستي صلاحي يعني اسمحنا أطارك يعني المكان ده بنسبة لأهميته كنا كان فيه مجموعة من الأسبان من شوية وإحنا قبل ما نسجل موجودين هنا لكن يعني كقريطة سياحية داخلية حتى الآن يعني ما بنسمعش عنها يعني فعليا فعليا طبعا عايزة عايزة شوية إعلام إعلام للمكان نفسه وعايزة يعني خريطة يعني تحط على الخريطة السياحية بالصورة اللي تليق به لأنه هو الغاية دلوقتي مش واخد الوضع اللي هو إن ده مكان اللي هو المكان المفترض إنه هو يبقى مكان إعلامي يتعلن عنه في الخريطة السياحية وجينا يعني بكل العالم عارف في المكان ده إن فيه أثر نعم نعم إحنا شايفين دلوقتي جزء من الأثر اللي إحنا فيه إحنا على ارتفاع حوالي 150 متر تقريبا من سطح الأرض وشايفين دلوقتي السلم اللي برضو بمهاريته المالكة هيلانا للناس اللي هي تيجي عايزة تزور الدير تيجي تزور الدير نعم وحتى السلم نفسه أسري إحنا شايفين ناس السلم أسري لأن الأول كان النيل هنا بيوصل لغاية المكان ده أه دير يعني النيل كان يوصل للغاية السلم أه أه ضعيام الفيضان كنت طبعا الأرض دي بتتغمر بالمية والناس كانت بيتيجي بالمراكب الأول كانت فيه مراكب وبينزل على السلم دي اختصارا إنما كان الطريق من الناحي الثاني مش ممهد للعربيات يعني إنما حاليا دلوقت طبعا اتعاملت شبكة طرق مرصوفة هنا وتعاملت طبعا مرافق في محطة مية شرب ومرشحة هنا على النيلها لتغذية الدير والناس اللي بتيجوا تزور يعني المكان هنا فيه بنية تحتية قوية حواليه طب إيه اللي ناقص المكان حتى يشتهر عالميا هو بالفعل ممكن المشهور عالميا لكن مش بالزخم المطلوب يعني يعني هو عايز إعلام بس عايز إعلام في الصحافة في التلفزيون كده يعني إنما هو المكان هنا مكتمل المرافق يعني يعني فيه مية شرب فيه شبكة كهرباء يعني كهرباء كويسة فيه شبكة مية في الشوارع كلها فيه مجزر آلي فيه مدرستين فيه ابتدائي فيه مدرس أعدادي فيه مدرس ذات فصل واحد فيه شبكة طرق مرصوفة داخلية يعني ومطلوب جهد زيادة من وزارة السياحة وزارة الأثار يعني وزارة السياحة وزارة الأثار تحط في اعتبارها المكان ده وتحاول أن تعمله علانة أكتر نعم شكرا جزيلا يعني مشاهدين الكرام كما نرى هذا المكان يعني نستطيع يعني زخم تاريخي كبير جدا هنا في محافظة ألمينيا في مدينة صمالوت هذا أحد الأماكن الهامة جدا بالنسبة للمسيحيين وأيضا المسلمين الذين يريدون أن يأتون إلى هذا التاريخ ربما يعلمون أن السيد المسيح السيدة العذراء كان هنا ومن يريد أن يتبرك أو ما إلى ذلك يريد أن يرى أثر هذه العائلة المقدسة وتاريخيا بالنسبة للمسلمين وشيء هام جدا أن نتتبع تاريخ هذه العائلة التي قدمت إلى هنا هربا من الطغيان وزارة مصر وما إلى ذلك لكن كما نرى المشهد بديع من هنا يعني هذا النيل الجهة الأخرى نحن فيه الجهة الشرقية وتلك الجهة الغربية من النيل المشهد بديع ورائع ولا نستطيع أن نصفه إلا أنه مشهد عالمي لم يستخدم ولم يستغل ربما هناك ثلاثة ملايين زائر في هذا المكان سنويا لكن لا نشعر الآن ربما رأينا بعض الأفراد الذين أتوا لكن كم من الأثار المهملة أو المهمشة حتى الآن لم أثر كهذا وأثار أخرى للعائلة المقدسة لم تضع على الخريطة السياحية هناك سياحة دانية لكن هناك سياحة دولية أيضا لأنه أثر هذا الأثر 1683 عاما هذا المكان لن نستطيع أن نقول أن وزارة السياحة وزارة الأثار من يريد العمل لهذه الثورة المصرية التي من وقت إلى آخر تخرج ما لديها من كنوز هذا كنز من الكنوز التي تستطيع أن تستفيد به مصر ماديا وسياحيا وتحل مشاكل كثيرة بمجرد بس أن تبرز هذا الأثر بالنسبة للعالم كله ترجمة نانسي قنقر